قال النائب البريطاني ويليام فوكس أمسي إن على المملكة المتحدة أن تقدم كامل دعمها للمغرب وتعترف بسيادته على الصحراء وقال فوكس في حديث صحفي أنه قبل زيارته للمغرب وجه رسالة خطية للوزير البريطاني في شؤون الخارجية ديفيد كاميرون قصد إثارة انتباهه إلى التأخر من قبل المملكة المتحدة بشأن هذه المسألة مقارنة مع الولايات المتحدة وأضاف يتعين علينا تقديم كامل دعمنا للمغرب والاعتراف بسيادته على الصحراء مشيرا إلى أنه بغض النظر عن الفرص الاقتصادية التي يتيحها فإنه عنصر مهم لاستقرار وأمن المنطقة واعتبر أن الاعتراف البريطاني بمغربية الصحراء مهم أيضا في مكافحة الهجرة غير الشرعية موضحا أن هذا الاعتراف يتسرق بالتالي مع الشراكة رابح رابح وقال فوكس أنه من خلال رسالته أراد إثارة انتباه سيد كاميرون إلى هذا الملف بمجرد توليه المنصب وكذا إلى أهمية هذه المسألة بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين